السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة انوال كيتشن مع فيديو جديد ووصفة جديدة أتمنى يربي يلقاكم هذا الفيديو في اتنصحة والعافية وكان يقول لكم بركة واشركم تعيدوا وتعودوا ان شاء الله اليوم ما غادي نشارك معكم واحد الحرشة ووصفة دي الواحد الحرشة اللي كتجي يعني صراحة اكتر من رائعة كيف كتشوفو هنا في الصور كتجي ممتاز يعني المضاق وشكل ديالها ممتاز وكتجي محمرة مزيان وشيشة وغادي نضيف لها واحد المكون عادي نوريكم الطريقة والمكون باش كتجي اهشيشة بزاف غادي نشوف معي احنا كيفاش كتجي يعني شما يا راها كتجي رطبا ما كتجيش قاصحة كتجي طيبة مزيان ومحمرة مزيان وفي نفس الوقت هشيشة كيف كتشوفو هاكا هاكا تجي ممتازة اتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي الرأي ديركم في التعاليق ان شاء الله لاني متأكدة بانا غادي تعجبكم وغادي تقول لي من الوظفات المعتمدة عندكم برسبة الحرشة فاخليكم معاية الاخير باش شوفو المقادير او طريقة ديل تحضير نبدو على على بركتي اللي عندي هنا ايا نصف كيلو ديل سميدة رقيقة قادي ندير هنا جوجز ليف ديل سميدة رقيقة سميدة ديل الحلويات وكاز عنبا ديل الزيت النباتية او زيت المائدة هادي الكاز رابقياس كاز العنبا قبيصة ديل الملحة و 16 جرام عفوا او زوج ساشية ديل الخميرة الكيموية معلقة كبيرة ديل الخميرة دل العجينة وجوج معلقة كبار من العسل نوعية الى كانت نوعية ومتازة من الاحسن ولما كانش عندكم العسل يمكن لكم تعوضوه بجوج معلقة كبار ديل السكر سنيدة فاكن خلطو هاد المكونات مزيان حتى تندمج لنا حتى تلبس لنا السميدة كلها مزيان بالزيت وكان اعتدر اني ما ما بينش لكم واحد المعلقة ديل الزبدة الزبدة تكون لينة ماشي مدابا الزبدة اللينة معلقة كبيرة ديل الزبدة اللينة حتى يضغطها مع هاداك الخليط كامل ومن بعد غضي نضيف نصف لتر ديل الحليب كيف كيف تشوفو الخليط كيجينا شوية جاري بحال هاكده نخلي واد الخليط يرتاح لمدة واحد لعشر دقيق تقريبا يعني احتك كتشرب لنا السميدة بالحليب بحال هاكده يا ولكن ضروري ما الخليط يبقى ارتبها كما يكونش ناشف بزاف بحال هاكده يمكن لنا نتحكمو ونشكلو الحرشة كيف يبغينا وما كانت تفرجع شلينا وما كانت تفرتت شلينا احنا يا غد ناخد واحد صنية غد ندردر عليها سميدة رقيقة باش نقد عليها الحرشة غد نحط الحرشة بحال هاكده يا ونبدأ نقد فيها بشوية بشوية باش نقدر نتحكمو فيها بزيان ومن الجوانب احنا ينقادوها بزيان نستقع هادوك التشقوقات نبقى ونضغطوه عليهم بحالكك حتى كتشتن زيان وكتشتو هادوك التشقوقات ما كيبقاوش ومن بعد كندردر عليها السميدة من الفوق ناخد واحد الميقلات اللي غد نطيبها فيها كندهنها بالزبدة وكندرشها حتى يب السميدة رقيقة كيف كتشوفو انا هنا كنت غادي نخلى غير في هاد الحجم هذا من بعد حسيت بالحرشة شوية غليضة لذلك قررت غادي يعني نقرسها على القياس ديال المقلى كاملة يعني الى استعملتو هديك القضية ديالت الصينية فكتحكموه في الحجم ديال الحرشة يعني ادلوا الحجم اللي بغيتوه كيشتور على الجناب ما مشقين ما يعني ما كتفوقوه ما والو كتبقى مجموعة ولكن كيف قلت ليكم لاحظت باللي غادي تجيني غليضة من بعد قررت اني ننقدها في اللطة كاملة عفوا في المقلى كاملة يعني تشدي الفورما ديال المقلى كاملة ومن بعد كنديرها على عافية اللي كتكون اقل من المتوسطة يعني مش مهيلة بززاف ولكن كتكون شوية اقل من المتوسطة هنا يمني غادي تبدالين هاد الفقاعة هادو كنت تقبوها بشي فورشيت او لا شي موس هكتا باش كتنفس يعني ومن بعد راهم كيتسدوا ما كيتما يبقوا يبعونا لفقاعات لهادو كتبقى يبدي الموس لوالو كتبقى يعني حرشة عادية قادي نخليها هاكده على عافية كيف قلت لكم اقل من المتوسطة باش كتاخد وقتها شوية حين تلدرنا عافية مهيلة كتاخد الوقت بسح باش انها الطيب يعني كنديروا عافية قل من المتوسطة باش شوية كتاخد الوقت ديالها وفي نفس الوقت ما كنتعطلش لينا بزاف الطيب فغادي نخليها طيب حال هاكده حتى كي بدوا يبانوا لي الجوانب بدوا شوية كيتحمروا عادة غادي ناخد هنا يا كي شفتوا العافية انا كن طيبة بحال هاكده يا على هاد درجة ديال الحرارة من بعد غادي ناخد من دردر على شوية ديال السويدة من فوق باش غادي نقلبها ونشوف الى طبط ليه من التحت غادي نقلبها وإلا بقات خاصها ما زال الطيب غادي نردها نردها تكمل الطيب ديالها غادي ناخد نفس صنية فاش قرصتها قويلة وغادي نقلبها فيها كيف كتشوفوا هاكده يا را ما زالها خاصها الطيب ما زالها خاصها الطيب غادي نردها تكمل الطيب ديالها يعني كيف كتشوفوا بهالطريقة هاديرة ما كدش شي لا صعبا لو وعلو يعني مرة مرة كنت طلع لها حتى كنلقاوها تحمرت مزيان كيف يبغينا صوف يكن قلبوها عادتاني بحال هاكده هي في الصنية وكن عادي ندفعوها في هاد المقلة يعني عادي ما كتاخد منها لا لو وقت لا تحاجة يعني ضغية كتت هبط في المقلة وما كتشيشة وما كتتهرس ما وعلو في الجهة الاخرى ندرت مقلعة صغيرة باش غادي نطيب فيها لحرشة الصغيرة احنا يخدي ساد لغلاقة ديلت القراءة اللي كيكونوا عندنا في الدار اللي كندير ورفوه بحال الروز والشعرية المهم هادك القطاني اه كنقرصها فيها كنتردر عليها حتى هي سميدة باش مكنتلسقش لحرشة وكنقرصها فيها وكنطيبها في المقلة وهذا هو شكل نهائي دي الحرشة ديالنا كيف كتشوفوا كتجي ممتازة صراحة نتمنى انكم تجربوا هاد الوصفة هادي وحرشة كتشوفوا من اللي كتجي محمرة مزيان كيجي فيها واحد المدق رائع هي كتكون حتى هي ديك السميدة اللي كنكونوا منذردرين عليها من الفوق ومن التحت من اللي كتتح مرم زيان كتعطي واحد المدق رائع بزف نتمنى انكم تجربوها فارتاشي وهد الفيديو مع الاهل والاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعمل فائدة هنقرب لكم باش تشوفوا اللون ديال هاكي فاش كيجي كيجي محمرة مزيان يعني يكونوا اكيدا انو الحرشة مليك تكون محمرة مزيان بحال هاكده هي فاش كيجي المدق ديالها رائع مليك انت بيضا ما مكنتش محمرة مزيان يعني ما كيجيش المدق ديالها زوين فانا هالوصفة هي المعتمدة عندي يعني سينوات هادي وانا كندير هالوصفة بالضبط ديال الحرشة كنناخد منها دائما هذك القياس اللي درت معاكم هو اللي كنا ندير منه وحدة كبيرة وثمانية صغار هاكده يعني العبار اللي قدت لكم ديال 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 الغلاقات ديال القراعي المعروف الحجم ديالهم اللي كيكونوا عندنا ديال مفطة كيخرجوا ليه تمانية ديال هادو الصغار ووحدة كبيرة هادو الصغورين كيعجبوه بزاف الدراري الصغار يمكن لكم تقدموها مع الفرماج بحال هاكده او لمعاز بدأ ولا سلع على حسب الضوء ديالكم وانتما اشنو كيعجبكم فانتما غدين اقربوا لكم باش شوفوا راها ما كتشقق ما كتتهرس ما كتفرتت كتبقى شادة فراصها والسير كيف قلت لكم كنديروا في واحد مع القادل الزبدة الليينة ويعني ماشي المدابة حين تلاخدين المدابة الليينة مع القادل الزبدة الليينة قدي تعطينا اكتر من مع القادل الزبدة المدابة وكذلك ان الخليط ديال الحرشة ما يكونش ناشف بزاف يكون شوية جاري يعني ماشي جاري يكون شوية رطب باش نقدر نتحكمو فيه نشكلو الحرشة كيف يبغينا وما كتتهرس لينا ما كتفرقع ما متعشي حاجة كتبقى محافظة على الشكل ديالها بحال عكده وكان نقول لكم صحة والراحة وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله ومبركة واشركم الله يدخلو ماليكم صحة وسلامة ورزق إن شاء الله نخليكم مع بعض الصور وإلى اللقاء اشتركوا في القناة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة